السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله وجبة عشاء لذيذة جدا جدا شايف شكلها حلو ازاي؟ شكلها شايد تفتح النفس و هتعجب كل البيت عندك وانا متأكدة ان انت هتكراريها تاني وتعمليها كتير من الفيديوين اللي اعجبكم لا تنسيش اعمال لايك للفيديو واشترك في القناة ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة معي كبيتين وربع من الضيق عليهم معلقة صغيرة من الخميرة الفورية معلقة كبيرة من السكر معلقتين كبار من الحليب البودرة ربع كباية من الزيت وهناجن بحليب عايزة تعجيني بمية مفيش مشكلة خالص ده مش هيفرق معينا بس وانا بتدي ناجن فيها سواء بعجين او علاق دينا مش هتفرق هتدينا في كلتا الحالات نتيجة حلوة جدا جدا ان شاء الله بس لو هناجنها علاق دينا بناجنها حوالي خمس دقائق مش اقل من كده يا بنات خلاص كده هتعجنت معينا وبقت تمام هحطها في طبق عندي وهسيبها علشان تختمر لو انت في الصيف هتخب منك نص ساعة ولو في الشتاء هتبقى ثاعة اما يضاعف حجمها هنبتدي نستخدمها بصي قوامها عامل ازاي ده قوام اللي انا عاوزي او بل ما تختمر بقى هنحضر الحشوة بتاعتنا هنحط شوية من الزيت حاولي معلقتين كبار ونحط بصلاية صغيرة ومتقطعة قطعة صغيرة بالشكل اللي انت شايفهه وهنبتدي نحنا نصفر البصلاية شوية خلاص البصلاية بدأت تصفر هنحط اللحمة المفرومة اي كمية انت حابة ان انت تحطيها انا حطيت نصف كيلو بس انا استخدمت منه شوية صغيرين خالص في الوصفة بتاعتي والباقي احتفظت بيه في الفريزر بتحطيه في كيس تلاجة وتحتفظي بيه حطيت معاهم ربع كوباية من المياه اللحمة المفرومة عندي مسلجة لطلعهم من الفريزر بس وهتبتدي تفك بالشكل اللي انت شايفهه ده على النار مفيش مشكله خالص بس زي ما قلتلك انا استخدمت شوية صغيرين محتاجتش كتير منها وبعد كده هنبتدي نضيف الفلفل الاسود والملح وهنحط القطعتين كده من الحبهان بتديع ريحة طحفة خلاص كده بقى الجهزة عندي هقفل النار واروح بقى اشتغل على العجين دي قطع الحبهان هي يا بنتلي اللي مش عارف شكلها ده بيبقى شكلها بتدي ريحة جميلة جدا جدا في اللحمة المفروم خلاص كده العجينة اختمرت عندي وانتفخت هبتدي يطلع الهوى منها قبل ما استخدمها هياخد العجينة دي انا عايز اقسمها نصين بالضبط قد بعض وهبتدي افرد اول نص منها بحط دين تحتها عشان بس ما تلزقش وانا بشالها وهجيب صانية واديها دهنة من الزيت دهنة الزيت دي مهمة يا بنات علشان تطلع معينا وانحنا بنطلحها كده من الصانية بعد ما تستوي هنبتدي نسويها بادينا بالشكل ده وهنحط شوية من الجبنة الموزرلة شوية الجبنة الموزرلة دول ممكن تستغني عنهم مفيش مشكلة خالص انا بحطهم بس بيربطولي المكونات ببعضها ما بيخلوش المكونات جوه لما ايجي قطحها تقع منها بس وهنحط اللحمة المفرومة المعصجة اللي احنا لسا عاملينها مع بعض وهنحط شوية من الفلفل فلفل اغضر وفلفل احمر فلفل اصفر اقصد بس كده وهنبتدي نفرد الكطعة التانية بنفس الطريقة اللي فردنا بيها الكطعة الاولانية بس وبعد كده هنحطها فوق القطعة الاولانية والطروف كده ندوس عليها بالشكل اللي انت شايفه نلزق الطروف على بعضها كويه السيبانات عشان ما فكش منينا قوية بتستوي بس كده هنسبها عشر دقيق ترتاح قبل بس ما نولع الفرن بتاعنا والفرن يسخن عشر دقيق بس ترتاح وبعد كده هنبتدي ان احنا ندهنها بالبيض ونحط شوية من الجبنة المتزرلة تقدري تستعني عن دهنة والشاب بالبيض خالص وتحطي شوية جبنة المتزرلة وبس ولما مش عايزة تحطي جبنة المتزرلة وتدهني والشاب بالبيض تقدري ان انت تدهني والشاب الحليب مفيش مشكلة خالص وهندي رشة كده من السمسم ونحطها في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط وده شكلها النهائي هنطلعها من الصينية طلعناها في طبق وهنبتدي نقطعها ووريكم شكلها انا عايزة اقولكم انها ريحتها طحفة وتعمها طحفة ولو جربتها بجدة هتدهي شايف الجمال نفيش اربع من جد وابمنى ان كل البنات تجرب الوصفة دي وتقولي على رأيها فيها وما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة وتشاهدوا كمان الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة